الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن الناس اللي شعارهم في الحياة تفاقلوا بالخير تجدوه في ناس بتقعد تدور كده يقولك بتدور على الغم بملقاط تمشي تدور عليه بمنظار كده وتكبروا اي حاجة صغيرة يكبروها ويصعبوا عليهم الحياة ويصعبوا عليهم الدنيا وفي ناس بتقعد تدور على اي حاجة يطمنوا بيها نفسهم لو هم في كرب جديد لو هم في عزة حتى القلة يقولك الحمد لله لعل الله يحدث بعد ذلك امره يمكن يحصل حاجة جديدة ان شاء الله خير ان شاء الله ربنا هيجبرنا يعني بيعودوا يتحسسوا ويدوروا على الكلام المريح المريح للأعصاب اللي يريحنا واحنا بنحب الناس دي يعني تحب كده تبقى في رحبهم وفقعدتهم لان هم مريحين غير الفريق الاخر الموتر طول الوقت واللي شايف الدنيا سودا احنا النهاردة هندور في القرآن الكريم عن المعاني الجميلة دي عن المعاني اللي بتبعث بطمأنينة في النفس مع فضلت الشيخ احمد الصباغ ازاي حضرتك فضلت الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك بص يا فندم ابتسامتك الجميلة دي تفاؤل وابتسامت دي تفاؤل دين تفاؤل سبحان من جعل الابتسامة في الدين صدقة تبسمك في وجه اخيك صدقة انت عارف بقى يا فندم وبضدها في قعدة حفظيها وبضدها تتميز الاشياء طالما ان التبسم في وجه اخيك صدقة يبقى العبوس يبقى العبوس ينطق بر وزدنا النبي قالها المنظر الى اخيه نظرة يخيفه بها اخافه الله يوم القيامة زي ربنا عامل عبسة وتولى اه شفت بقى بس دي لها تفسير يعني انا عارفة طبعا الموضوع بقى بس يعني قد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مع النبي عليه الصلاة والسلام شف يا فندم سريعا بقى انا عادت ابحث في القرآن عن التفاؤل تصور ان انا لقيت صورة في القرآن انا سمتها صورة التفاؤل وصورة الامل اي صورة والشيء الملفت للنظر بقى يا طرى صورة التفاؤل والامل صورة التوبة لا عشان فيها توبة يعني لا طيب صورة الفاتح عشان فيها فاتح يعني برضو لا الله طب صورة النصر لا عارفة ليهت صورة ايه اختبرك بقى على هوا دلوقتي صورة التفاؤل والامل هي صورة مكونة من اتناشر آية ومكونة من صفحتين صفحة وش وظهر بس انت عارفة يبينة الطلاق الطلاق وانا وقفت مزهول وانا ببحث كده في القرآن الطلاق اسمها اوالله العظيم والله يمكن ليه بجد سبحانك يا رب عارفة ليه يا فندم عارفة ربنا يجعل التفاؤل والامل ده بتاع الأول نشوف ربنا يتكلم فيها اه علشان يعني الناس يعني ست ايوه ايوه مش نهاية الدنيا ايوه الله شوف عارفة الآيات اللي وردت في صورة الطلاق تبعث الأمل والراحة والتفاؤل الله ناخد كده على سبيل المثال في صورة الطلاق اللي منتشر آية صورة مدنية عبارة عن صفحة وجهين كلام جميل ربنا قال فيها اباءة بعض اللي قطط بصرعة لعل الله يحدث بعد ذلك أمره اتنين في صورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجه الله ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية دي في صورة الطلاق اه ثلاثة ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره أربعة ومن يتق الله يكفر عنه سيئة سيئاته ويعظم له أجر خمسة ومن يتق الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر ومن يتق وفي الختم براب نقول إيه سيجعل الله الله بعد عسر يسر ده كل ده كل ده في طلاق كل ده في طلاق اللي احنا بنستخدمها في صورة الطلاق ايوه ترجمة نانسي قنقر